على عجل تمضي السلطات الليبية صوب إصلاح الأضرار التي خلفها الإعصار دانييل وفي هذا الإطار خصصت حكومة الوحدة الوطنية 412 مليون دولار لصالح صندوق أعمار مدينة تايبنغازي ودرنة وأكثر من 100 مليون دولار لتأهيل المناطق التي دمرتها السيول والأمطار وسمحت حكومة الوحدة الوطنية لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع الشركات العالمية المختصة لإعادة تأهيل البنية التحتية في المناطق المنكوبة وصيانة الجسور ومجاري الأودية بحسب بيانات وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية تتيح موازنة العام الحالي المرونة في الإنفاق حيث يقدر الوفر المتحقق حتى نهاية أغسطس بأكثر من ملياري دولار أما الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي فيقدر حجم موازنتها للعام الحالي بـ 18 مليار ونصف المليار دولار وقرر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسام حمد تخصيص نحو 41 مليون دولار للبلديات والمدن والمناطق المتضررة نتيجة الإعصار دانيال بحسب مصلحة الطرق والجسور فإن شبكة الطرق المنهارة تقدر بـ 30 كم مع تضرر الطريق الساحلي وانهيار خمسة جسور عند مجرى الوادي وتضرر أربعة أخرى بالإضافة إلى السدود والجسور والأودية فإن الطرق ومرافق الخدمات العامة وشبكات الكهرباء والاتصالات تحتاج لإعادة بناء وصيانة عاجلة في ظل تقادم البنية التحتية على مدار السنوات الماضية حتى جاء الإعصار على آخرها